اعماد متعب كابتن اعماد متعب بيقول سنحاول الالتزام بجدول منتظم للدوري ليعود لمكانته الطبيعية كابتن اعماد متعب نائب رابطة الاندية المحترفة طبعا بيتكلم على اهم حاجة ان الجدول يبقى منتظم خلال الفترة القادمة علشان الشكل العام الحلو اللي احنا شايفينه يكمل لانه النهاردة زي ما قلت لحضراتكم في اول ثلاث مباراة اهو لو بكرة شفنا نقل وحش هنقول انه بكرة فيه نقل وحش لكن انا بقول لحضراتكم اول ثلاث مباريات ثلاث مباريات النقل تلفزيوني الحقيقة محترم جدا النقل تلفزيوني جيد الحقيقة كلنا قاعدين مستمتعين بالنقل وبشكل نقل المباريات وحاجة جميلة جدا فالكابتن اعماد ايضا بيقول ان احنا انتظام المسابقة شيء ضروري جدا للحفاظ على مكانة الدوري المصري وسط الدوريات في افريقيا وسط الدوريات في العالم العربي خلال الفترة القادمة ان احنا عندنا التزامات دولية كثيرة خلال الفترة اللي جاية عندنا كاس عرب عندنا كاس امم عندنا مبارتين ان شاء الله في شهر نوفمبر عندنا بعد كده بعد كاس الامم عندنا المباراة ان شاء الله ان شاء الله تبقى المباراة النهاية لو كسبناها نصعد الى كأس العالم بعد كده هيبقى الاستعداد لكأس العالم عندنا يعني ارتباطات دولية كثيرة جدا جدا خلال الفترة القادمة